موسيقى الوفاق الوطني في استحقاق ديمقراطي مهم جدا يحول الامة من حالة الى حالة فلما يتم في وفاق وطني يبقى ده دافع لوفاق وطني في حالة اكثر اتساعا احنا عندنا الاستحقاق القادم هو استحقاق غالبا هيكون الرئيس فاذا كان هذا الوفاق الوطني مربوط على 98% فما بالك اذا كان الاستحقاق على الرئيس القادم اذا وصل الى حتى 90% مش هنقول 98% فده دافع اكبر للاستقرار ودافع اكبر لتحقيق خارطة الطريق بسبات وبالتالي ما يبقاش هلا فيه تلت خارطة الطريق وهو اختخاب مجلس نيابي ودي علاقة بين الناخب والمرشح بتاعه لكن الحاجات اللي فيها وفاق وطني واللي احنا كان مطلوب فيها نجتمع على قلب رجل واحد حصل منها اكبر استحقاق وهو العقد الاجتماعي الذي يربط العلاقة بين المواطن والدولة وبين الدولة والمواطن وبين مؤسسات دولة وبعضها ودي مهمة جدا ان ده الغلاف اللي كلنا بنعيش فيه اذا احسن بناءه وبني على توافق وطني صحيح اذا احنا ممكن ننطلق الى الافضل ودي علامة طيبة لانتخابات على توافق وطني اخر وهو انتخاب الرئيس وبالتالي انا بعتقد ان دي بادرة وفاتحك وايسة جدا 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 ترجمة مشاعر السبت الشهور اللي فات وبالتالي احنا بنعول على الاكثر والاكثر والاكثر احنا قدامنا نتيجة هو ان الوفاق الوطني ادى بنا الى هذا الانتقال المهم جدا 98 مية فما بالك بقى ان شاء الله لما نعمل انتخابات رئيس وننتقل فيها بوفاق يعني يماسل هذا مش عايزين نبالغ توافعات حضرتك مثلا في النسبة نسبة قبول الفريق اول عبد الفتاح السيسي للترشح في رئيسة الجمهورية والله هي نسبة يعني هلأ هتيجي بنفس نسبة نسبة قبول لا قبوله غير انتخابه يعني هو قبوله قبوله للترشح يعتمد على الزخم اللي نازل في الشارع يعني مثلا في حملة النهاردة احنا بنحضر حملة كم الجميلة في قبل كده حملة بامر الشعب في مصر بلدنا في كذا حملة شغالة بتدفع في هذا الاتجاه وهو تكليف الفريق اول عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة عايزين نحافظ على هذا المعنى تكليف الفريق اول عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة لان لا يمكن احنا حنيجي واحد نقول له انت رئيس جمهورية ده خطأ خطأ لازم يجي بالانتخاب لازم يجي بالانتخاب بالنفس النسبة بالضبط وبالتالي الدفع الاولى للانتخاب هو ترشيحه لان الراجل ممتنع عن هذا وغير قابل لهذا واعلن ذلك اكثر من مرة ولكن يبدو ان الاجماع الوطني ممكن يدفع الى قيم اكثر ورحابة اكثر في الاختيار وبالتالي مهم جدا جدا ان يكون دفع الفريق اول عبد الفتاح السيسي نتيجة وفاق وطني مش نتيجة ان حد بيقول عايزينك تبقى رئيسي هناك بعض الاسماء المطروحة في الشارع المصري وهناك بعض الاشخاص قاموا بحملات برضو للدعاية بتاعتهم الترشح من المدرسة العسكرية زي سامي عنان احمد شفيق سيد اللي هو مراز موافق بحفظ الالقاب للجميع هل ستكون المنافسة شرسة؟ لا 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 المنافسة محسومة من الاول من الزخم اللي في الشارع المنافسة محسومة من الاول وانا يعني بقول للناس من حق كل واحد انه يجرب يرشح نفسه مش هو مش اللي عم عليها مش محزورة على سين ولا على صاد ولا على حاجة الموضوع مفتوح للجميع لكن اللي يتوافق عليه شعب مصر هو اللي حيكون رئيسي وبالتالي برضو كان فيه ناحية ايمانية قالها الفريق اول عبدالتح السيزي قالك الكرسي مكتوب عليه اسم اللي حيقعد عليه فعملية ما تتعبش نفسك يعني الموضوع اختيار شعب اهلا بكل الناس ترشح نفسها ولكن يجب ان يكون هناك منطقية وعقلانية يعني ما تجيش انت في خضم عالي جدا وفي مجال اهم يعني محسوم الفريق اعلن اعلن الفترة لا الفريق اعلن لا لا انا مش هاتران حتى حمدين صباح قال هذا ورجع في كلامه تاني اه سامي عنان لم يعلن عن شيء ومراد موفي لم يعلنوا عن شيء ولكن اذا اه نزلوا في انتخابات الرئاسة فده حق مواطن ان يترشح ولكن علي ان يكون عقلاني في اختيار الوقت المناسب للترشح ودي مهمة جدا ان الانسان لما ينزل في معترك سياسي يكون حافظ خطواته فيه اسأل سيادة اللواء بنرحب بحضرتك وتصريح اخير بقى نقول حملة بامر الشعب حصلت على كم استمارة تقريبا هو كان قبل تدشين الحملة في 9 يناير كان 8.5 مليون انا اعتقد ان الاعداد دلوقتي وصلت لاعداد كبيرة جدا جدا يعني تضعفت تقريبا جميعا فانت تصريح مهمة لا مقدرش اقدي رقم لان انا عيبنا في بلدنا هنا ان احنا بندي ارقام جزافا لا غلط لكن انا عندي غرفة عمليات عندي غرفة عمليات موجودة في مركز الحملة اخر رقم اريته 10.5 اخر رقم اريته لكن انا يعني انا ليا الناس في 27 محافظة بزخم كبير من الشباب لان هي الحركة مش سياسية هي حركة اجتماعية تجمع كل الوان الطيف المصري وتجمع كل قيم المجتمع المصري فيها الفلاحين وفيها العمال وفيها الشباب وفيها المثقفين وفيها الفنانين وفيها حتى الاطفال كانوا موجودين وحاولوا ياخدوها علينا لكن فشلوا طبعا لكن النهاية النهاية ان دي الوان طيف مجتمعي تعبر عن قيم مجتمع مناش دعوها بالسياسة مناش دعوها باحزاب لذلك اللي ولاد في كل المحافظات منتشرين الشباب وبيعملوا ليه النهار النهار ده حتى كان فيه مصر بلدنا روحنا كان الامين العام للحملة السيدة جهان مديح كانت موجودة هناك وشاركة وناس خدت الاستمارة ووقعتها كانت موجودة مبارك في ليفن احنا منفتحين على الكل ما احنا لا نتحدث بألوان طيف سياسية ولكن احنا منفتحين على الجميع لان دي بلدنا وزي ما لنا فيها وزي ما لكل فيها يعني لازم نبقى مفيش حاجة اسمها الدول والاحزاب خلاص ده التوافق زي ما قلتنا حضرتك ده توافق وطني الالتزامين الاولانيين توافق وطني لذلك يجب ان يحشد لهم كل الوان الطيف الوطني شكرا